موسيقى ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ولذلك العلماء قالوا ان العدالة بالنسبة للمجتهد مطلوبة العدالة معنى انه هو يكون ملتزما فلا يعني يرتكب يعني كبيرا ولا يصر على صغيرا يعني يكون انسان مستقيم حتى يفتح الله عليه يعني هذا من مطلوب من غير شك يعني سؤال لك عادل سنعتقد انه ستتفق معه في من وجد العين مباشرة لا يلجأ الى الفروع هو محور نقاشنا في الاستهاد فيما لم يرد به ما فهمتش كلامه هل هو يعني يريد ان يمنعنا من النظر في القرآن والسنة هو يقول اذا وجد القرآن والسنة فيجب ان عدم النظر في اي شيء اخر هما النبع ولكن هما النبع ولكن لا نستغني عن الرجوع الى اقوال العلماء نستهدي بها بعض العلماء ناقشته هذا في بعض ما كتبه لبعض الناس يسألك يا اخي احنا ايه اللي لجئنا الى الفقه وعندنا القماش العريض نفصل منه على طول ايه ولكن انا يعني لا يوجد علم في الدنيا يبدأ فيه الانسان من الصفر دائما اللاحق يبني على ما اسسه السابق حتى في علوم الدنيا المعرفة تراكمية فهذا التراكم المعرفي لابدنا ان نستفيد منه القرون اللي ما ضدت لو انا كنت بكتب عن الزكاة لو جيت ابدأ الزكاة تركت الفقه الاسلامي خلال القرون وبدأت اخذ من القرآن والسنة واهملت كل الاراء لديت بكلام مبتصر لابد ان استفيد من الثروة العلمية عند الامة من غير شيء اشتركوا في القناة